السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد على القناة صرح اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار لجريدة شروق أن دفتر شروط الجديد المنظم لنشاط استيراد سيارات رح يكون شهر جنفي من سنة 2022 وبعدها الوكلاء رح يعودوا يدفعوا الملفات تحتهم من دارة وجديد وقال لك هذه المرة رح يردوا على الوكلاء في الأجال القانونية وفي أسرع الأجال وذلك حسب ما أمر به رئيس الجمهورية مع لبناش الأجال القانونية هذي شهر رح يديرها ممكن رح يديرها شهرين ولا تتشهر بشير يردوا على الوكلاء السيارات كذلك هو رح يقول دفتر الشروط رح يكون خلال جنفي من سنة 2022 وهذا حسب ما ذكرته جريدة شروط وكذلك قانون الاستثمار لما نشوفه قال لك رح يخرج خلال شهر سبتمبر ونعرضه على البرلمان إلى غاية ديسمبر إلى يومنا هذا من زين ما شفناش قانون الاستثمار هذا لما نحكيه على قانون الاستثمار كذلك قانون الاستثمار كانوا يقولوا في سبتم يخرج إلى آخره إلى يومنا هذا قانون الاستثمار من زين ما شفناش ممكن نفس القصة تعدفتر الشروط الجديد هذا رح تتعاود تصراه إلى آخره كذلك صرح زغدار وقال أنه مستحيل جوز سنة 2022 بلاء السيارات جديدة وقال لك بالعكس الدولة هذه المرة رأي عندها نية حقيقية المرة لفاتت كذلك إلى تشفى وكان قال للبرلمانيين أنه هذه المرة رح نفتح ملف السيارات بجدية ورح نعود أن ندرس الملفات وكلاء السيارات بجدية لكن إلى غاية اليوم مدى حتى وكيل احتماد نفس الكلام راه يتم الإعادة التعوى لكن بطريقة أخرى وبطريقة محدثة كذلك قال لك رح نحاول ندير دفتر الشروط هذا بالطريقة التي يخدم بها المواطن والاقتصاد الوطني أنا أتبالي أحسن دفتر شروط هذا اللي راه متواجد حاليا لأنه مدى ضمانات عديدة وكبيرة للمواطن اللي حاب يشري سيارة من ناحية الدفع ولا من ناحية توفي القطاع الغيار ولا خدمة ما بل باذا البيع إلى آخره أتبالي مسلسل جديد رح نبدوها من سنة 2022 وخاص باستيراد السيارات الجديدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة